بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وازك السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب وطالبات مجددا في شروحات مقرر إدارة الفعالية اليوم بإذن الله سنتحدث أو سنستكمل الحديث عن الاستدامة سنتناول بإذن الله تأثير الاستدامة على عمليات الفعاليات والتخطيط لها لو نستذكر الدرس السابق أيضا كان يتحدث بشكل مباشر عن الاستدامة عرفنا الاستدامة ووضحنا عدة نقاط في حول الاستدامة ذكرنا ما الاستدامة؟ ذكرنا أن الاستدامة هي هدف اجتماعي يتعلق بحماية البيئة لتكون هذه البيئة سليمة ودائمة للأجيال القادمة وتدعم الحياة على الأرض ذكرنا أن الاستدامة هي أحد الاعتبارات الرئيسة التي سلط عليها الضوء بشكل متزايد في السنوات الأخيرة وذكرنا أيضا أن الاستدامة تؤثر تأثير كبير على جميع الانشطة الأخرى كالانشطة الاقتصادية والاجتماعية وذكرنا أيضا أن الفعاليات هي جزء من هذا الأمر ذكرنا أيضا استدامة الفعاليات مهم جدا أن نفكر في استدامة الفعالية فالغاية من الفعاليات المستدامة هو الحد من تأثيرها علبية نحن نعلم أن الفعاليات قد يأتي حضور كبير قد نستخدم موارد سواء للطاقة أو طبيعية وبالتالي يجب أن تحافظ هذه الفعالية على هذه الطبيعة والعناصر المحيطة بها ويكون هناك فائدة أيضا من الفعالية اجتماعيا وأيضا لا يكون لك ضرر من قبل الفعالية ذكرنا مثلا الحد من استخدام الموارد النادرة مثلا لا نسرف في استخدام الماء مثلا أنه موارد نادر والطاقة غير متجددة ذكرنا أيضا نقلل من النفايات قدر المستطاع التي تكون غير قابلة للتدوير ونستخدم النفايات غير البلاستيك مثلا بلاستيك هو معروف أنه لا يمكن تدويره هو استخدام مرة واحدة نستخدم مثلا الأدوات الأخرى التي بالإمكان إعادة تدويرها ذكرنا أيضا هناك منظمة الآيزو وهناك معايير للاستدامة والجودة في عملية الفعالية بعد ذلك تحدثنا عن العوامل التي تؤثر على الاستدامة ذكرنا هناك عدة عوامل قد تكون هذه العوامل مؤثرة بشكل مباشر سواء عوامل داخلية أو عوامل خارجية ذكرنا العوامل الداخلية مثلا داخل الفعالية هو الغرض من الفعالية مستوى الخطر الممارسات التي تتم فعالية وذكرنا أيضا توفر الموارد الخارجية ذكرنا ما يحيط بالفعالية والعوامل الخارجية ذكرنا القوانين المحيطة التي مثلا في الدولة في الأنظمة لإقامة فعالية الاعتبارات الثقافية في المنطقة مثلا أو في هذا المكان أوضاع السوق وكذلك ذكرنا الاعتبارات التشغيلية للفعالية كل ذلك سيكون مؤثر كما ذكرنا على الفعالية اليوم بإذن الله سنستكمل الحديث الفعاليات وأيضا الاستدامة ولكن سنتناول تأثير الاستدامة على عملية الفعاليات والتخطيط لها لدينا عدة أهداف في هذا الدارس بإذن الله بعد الانتهاء من الدارس ستكون قادر على تحديد المجالات التي يمكن أن تحدث فيها الاستدامة شرح تأثير الاستدامة على إدارة الفعاليات والتخطيط سنتناول أيضا هدف الثالث وهو مناقشة أهمية الممارسات المستدامة لإدارة الفعالية لدينا عدة مصطلحات رئيسة أيضا قابل للشرب انبعاثات الكربون صافي صفري مبادرات خضراء كل هذه المسترحات ستكون أيضا في ثنايا هذا الدرس نبدأ في درسنا مجالات الاستدامة الرئيسية هناك بالتأكيد مجالات رئيسة في الاستدامة وينبغي أن تكون الاستدامة محور تركيز جميع الفعاليات في المجالات الوظيفية لذا من المهم التركيز على بعض المجالات العامة الرئيسة إذن نحن تحدثنا سابقا ووضحنا ماذا نقصد بالاستدامة وذكرنا أن الاستدامة مهمة وهي تؤثر على الاقتصاد تؤثر على المجتمع فحينما نستخدم الموارد أو الطاقة مثلا غير متجددة سيكون لك انبعاثات لثاني أكسيد الكربون ستؤثر على الطبيعة ستؤثر على الأشجار ستؤثر على الناس وبالتالي يجب حينما نقيم فعالية لابد أن نفكر بجميع هذه الجوانب ولدينا أيضا مجالات رئيسة لابد أن تكون في الاعتبار حينما نتحدث عن الاستدامة تحدث قضايا الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئة والبيئية المرتبطة بتخطيط الفعاليات في مجالات متعددة مثل إدارة استخدام المياه نحن نعلم أن المياه هي موارد محدودة وبالتالي لكي تستدام لابد أن نعرف كيف نستخدم هذه المياه إدارة استخدام الطاقة كذلك كيف نستخدم الطاقة كل ذلك من عوامل الاستدامة إدارة النفايات أيضا كل فعالية قد يكون هناك مخلفات نفايات لابد أن يكون هناك إدارة للنفايات والاستفادة منها من خلال إعادة تدوير وسنتناول أيضا هدف المملكة في هذا المجال العلاقات مع المجتمع المحلي ومشغل الأعمال ومشغل الأعمال لأننا نعلم أن قد يكون لدينا موردين أو مشغلين للأعمال بعقود باطنة لابد أن يكون لدينا علاقات تقوم على مبدأ الاستدامة أيضا النقل حينما نستخدم النقل لابد أن نفكر بما يتعلق في الاستدامة وعدم التأثير على البيئة أخيرا البيئة الطبيعية لابد أن نفكر بالبيئة المحيطة بالفعالية ولابد أن تكون الفعالية صديقة للبيئة نبدأ في أولى المجالات وقبل أن نبدأ دعونا نأخذ هذا المثال وهو سباق جائزة السعودية الكبرى للفيرمولا 1 في حلبة كورنيش جدة هذه الصورة التقضت في عام 2022 دعونا نفكر سويا حول القضايا الاستدامة التي تأخذ بعين الاعتبار في هذه الفعالية لدينا فعالية الفورمولا ومتعلقة بسباق السيارات إذن لو نظرنا إلى هذه الفعالية إذن سنستخدم الطاقة هناك سيارات تستخدم موارد للطاقة سواء الطاقة النظيفة أو الطاقة غير متجددة كذلك البيئة المحيطة من البيئة الطبيعية لابد أن لا تؤثر على هذا أو الفعالية لا تؤثر على البيئة كذلك الحضور سيحضر عدد قد يحضر عدد كبير وبالتالي سيكون لك مخلفات لابد أن يكون لك إدارة للمخلفات ويكون لك استخدام للأدوات التي بالإمكاني عادة تدويرها وحذكرنا مثلا الأكواب أو الأشياء التي تقدم فيها المأكولات قد نستخدم الخيزران وذكرنا أنها بالإمكاني عادة تدويرها لكن البلاستيك لا يمكن عادة تدويرها وبالتالي إذن سيكون لك مخلفات كثيرة لذلك لابد أن نفكر في كل فعالية كيف نجعل هذه الفعالية صديقة للبيئة وأيضا يكون هناك تأثير إيجابي على البيئة ولا يكون هناك تأثير سلبي سباق الجائزة السعودية الكبرى يعد سباق الجائزة السعودية الكبرى مثال على فعالية ترتبط بقضايا الاستدامة ذكرنا ذلك وذكرنا أيضا أنها تقام مرة واحدة سنويا ويشارك فيها السائقون الرائدون هي فعالية نوعية في العالم الذي يتسابقون حول أسرع مضمار شوارع موجود في الفيرمالوان أيضا قد ياتي ما يقرب 150 ألف متفرج إلى الحلبة في جدة من كل من المملكة وحتى من خارج المملكة لأن هذه الفعالية تعتبر فعالية عالمية وبالتالي حينما يحضرون قد تترك نوع من هذه الفعاليات أثر واضح على استدامة من خلال كما ذكرنا استخدام الطاقة استخدام أو إدارة النفايات كذلك الموارد سواء المياه أو ما يتعلق في الطبيعة لأبد أن يكون هناك إدارة واضحة فيما يتعلق في الاستدامة ونقيس على ذلك في جميع الفعالية نبدأ في إدارة استخدام المياه وذكرنا هو من أهم المجالات فيما يتعلق في الاستدامة نحن نعلم أو نسمع كثيرا فيما يتعلق في الترشيد في استهلاك المياه نحن أيضا نعرف أن المياه هي موارد محدودة حينما نستهلكها بإسراف نهيك أن هذا مخالف أيضا للشريع الإسلامية الإسراف في سواء المأكل أو المشرب أو غيره أيضا قد يكون هناك هدر للموارد قد تأتي أجياء لا تستطيع أن توفر الماء أو لا يكون لديها المياه التي تكون صالحة مثلا للشرب لكي يمارسوا حياتهم أو لكي يستمروا في العيش لذلك مهم جدا أن نفكر في كل فعالية فيما يتعلق في إدارة استخدام المياه إذن يجب توفير إمدادات كافية من المياه في المناسبات العامة بكمية ونوعية مناسبة أيضا لا يكون هناك إسراف أو استهلاك أكثر مما يجب وتكون هذه أيضا قابلة للشرب هذه الموارد للمياه تكون صالحة للشرب ملائمة للاستهلاك البشري وأن تكون جميع المياه غير قابلة للشرب آمنة من ناحية الجرثومية وتكون معلمة على أنها غير صالحة للشرب إذن نلاحظ العبارات غير صالحة للشرب صالحة للشرب كل ذلك من قضايا الاستدامة وأيضا محافظة على صحة الناس وأيضا صحة المجتمع بيعة المياه على مدار السنوات السابقة في زجاجات بلاستيكية سعتها 500 ملي لكن لأن بلاستيك منتج غير مستدام فإن الفعالية تشجع الزائر على إحضار زجاجات المياه القابلة لعادة الاستخدام مثلا كل زائر قد يحضر معه ما يحفظ به الماء ولا يكون من بلاستيك وهو قابل لعادة التدوير وهو ما يسمى بالحافظات المياه أو غيره ولتوفير كمية بلاستيك لكي لا نستخدم بلاستيك الفعالية وبالتالي إذن لن يكون لك خطر على الأرض أو على الزراعة أو غيره حينما يأتي عدد كبير مثلا في الفعاليات العالمية كبطلات كرة القدم أو حتى مثلا نشاهد في موسم الحج حينما تحضر الحضور أو الحشود وكل شخص لديه استخدام بلاستيك إذن سيكون لك بالتأكيد ضرر على البيئة أو فيما يتعلق في عادة التدوير حذكرنا بلاستيك لا يمكن عادة تدويره وأيضا سيكون حينما تترك في الأرض قد تكون أيضا تأثيرها على البيئة والطبيعة وأيضا الزراعة وغيره لذلك نلاحظ مبادرات من الحكومة أو من القطاع الخاص فيما يتعلق في استخدام العبوات التي بالإمكاني عادة تدويرها لكي لا يكون هناك ضرر على البيئة أيضا فيما يتعلق إدارة استخدام الطاقة نحن نعلم أن في الطاقة عدة موارد هناك الطاقة النظيفة هناك الطاقة المتجددة لا بد أن يكون هناك استخدام بشكل صحيح للطاقة يعد إنتاج الطاقة أحد العوامل الرئيسة المساهمة في انبعاثات الكربون للفعالية حيث نستخدم مثلا الديزل أو نستخدم البنزين أو نستخدم الطاقة الأخرى لتوليد الكهرباء كل ذلك سيكون مؤثر على الطبيعة أو على البيئة المحيطة ولتحقيق هدف رؤية السعودية 20-30 المتمثل في الوصول إلى الصافي الصفري بحلول عام 2060 تشجع الطرائق البديلة لإنتاج الطاقة المملكة تستهدف إلى أن يكون الانبعاثات الصفرية الصادرة من الطاقة بمعنى أن نستخدم الطاقة النظيفة التي لا يكون لها تأثير على البيئة نحن نعلم أن السيارات مثلا أو الاستخدام الديزل أو البنزين إذن سيكون لك انبعاثات لثاني اكسيد الكربون المؤثرة على الطاقس أو على البيئة وأيضا مؤثرة على الأشخاص وعلى الصناعة وعلى الزراعة وبالتالي مملكة تستهدف أن تكون الطاقة المستخدمة طاقة نظيفة يكون انبعاثاتها صفرية وصولا بإذن الله إلى عام 2060 لأنه بالتأكيد هدف طموح وتحدي كبير لنصل إليه بإذن الله المملكة العربية السعودية قادرة على تسخير رياحها الطبيعية وطاقاتها الشمسية وتحويلها إلى كهرباء إذن نستخدم الطاقة نظيفة مثلا كالطاقة الشمسية بدلا من استخدام الطاقة الغير متجددة مما يخلق شكل محايد لكربون لتوليد الطاقة بدلا من استخدام مثلا مولدات الديزل التي ستكون ملوثة للبيئة انبعاثات الكربون نقصد بهاي كمية الغازات المسابعة لإحتباس الحراري المنبعث من نشاط الإنسان مثلا في قيادة السيارات أو استخدام إنتاج الطاقة الكهربائية عبر الديزل أو البنزي أو غيره إذن كل ذلك سيكون مؤثر على البيئة الصافي الصفري نوضح ماذا نقصد بالصافي الصفري وتحقيق التوازن بين كميات الكربون المبعثة في طبقات الجو وكميات الكربون التي يتم امتصاصها من الجو بحيث لا يكون لك تأثير على الجو من خلال الكربون الخارج مثلا من الطاقة التي ستستخدم نحن كما ذكرنا المملكة السادسة تكون طاقة نظيفة وبالتالي انبعاثات تكون صفرية ولا تؤثر على البيئة نأتي إلى العلاقات التي تنشى مع المجتمع المحلي ومشغل الأعمال في كل فعالية لها بالتأكيد مجتمع محلي حينما تقام الفعالية مثلا في منطقة الرياض ستكون أيضا مؤثرة على المجتمع في منطقة الرياض وأيضا هناك مشغلين لهذه الفعالية من المواضح أيضا أن التدفق الكبير لزائر الفعالية له تأثير على المجتمع المحلي بما في ذلك مشغل الأعمال في حين أن الشركات قد توافق على زيادة الرسوم الجمركية لفترة مؤقتة هذه الزيادة من المهم التأكد من عدم إضعافها أو تقويضها من قبل الأكشاك الذي قد يسلب منها العمل وأيضا كما ذكرنا فيما يتعلق في الزوار أيضا لدينا حشود الغفيرة من الزائرين الذين يحضرون كميات كبيرة ومشروبات فقد تكون هناك خدمات تخلص من النفايات إذن حينما يحضرون إذن نراعي كما ذكرنا سواء ما يتعلق في الاستدامة من حيث الرسوم المالية على الحضور كذلك أيضا ننظر من زاوية أخرى ما يتعلق الحضور حينما يحضرون بالمأكلات والمشروبات حينما لا يكون هالك أماكن تخلص النفايات سيكون بالتأكيد ستترك أو ستكون مؤثرة على البيئة لابد أن نوفر الأماكن المخصصة لهذا المجتمع أو لهذه الفعالية لكي يتم التخلص منها بشكل صحيح لكي لا يكون لك تأثير للبيئة يجب أيضا وضع الخطط لمرعاة احترام منطقة المحلية إذن لا نؤثر على البيئة المحيطة ويكون لك مثلا تأثير على المدينة أو المنطقة أو الحديقة التي تقام بها الفعالية لابد أن لا يكون لك أثار سلبية على السكان المحلي فمثلا نظرنا مثلا حينما ننظم بطولة عالمية ككرة القدم أو سباق السيارات أو غيره إذن سيحضر الآلاف وقد تصل إلى الملايين من الحضور حينما يتعلق في مثلا فعالية إكسبو أو غيره إذن لا بد أن نفكر بجميع الجوارب ما يتعلق في التأثير على الأشخاص من حيث الرسوم من حيث حياتهم كذلك نفكر في المخلفات التي ستنتج من هذه الفعاليات إذن لا بد أن نوفر الأماكن المناسبة للتخلص من النفايات ويكون لك إعادة تدوير لهذه النفايات ونستفيد منها في موارد أخرى وأيضا أن لا نؤثر على البيئة المحيطة وعلى السكان المحليين لكي تكون لك استدامة الفعالية فالفعالية هي كما ذكرنا تؤثر على الاقتصاد وتؤثر على المجتمع لا بد أن يكون التأثير إيجابي وليس سلبي على المجتمع نأتي إلى إدارة النفايات وتخلف الفعاليات العامة كمية كبيرة من النفايات بما في ذلك القمامة والمياه المستخدمة ومياه الصرف الصحي لذا يتوجب على منظم الفعاليات وضع نظام للتعامل مع هذه النفايات يتضمن التنظيف بعد الانتهاء من الفعالية أيضا يتعين على منظم الفعالية تخصيص موارد كافية لضمان إدارة النفايات أثناء الفعالية وبعدها لمنع وقوع الضروف غير الصحية والأضرار البيئة لو نظرنا قسنا هذا المثال أو هذا الأمر النفايات على الفعاليات الشخصية أو الفعالية المجتمعية التي نقيمها مثلا كحفلات الزفاف الفعالية التي نقيمها مثلا في المناسبات العائلية أو المناسبات الوطنية حينما لا يكون هناك إدارة للنفايات سيكون هناك بالتأكيد ترك المخلفات وأضراره على البيئة حينما نذهب إلى الحدائق ونتنزع ونترك المخلفات كل ذلك سيكون له تأثير سواء على الأشخاص بشكل غير مباشر بعد مروض سنوات أو على الطبيعة أو على المنظر الحضاري لهذه المدينة إذن لابد أن نفكر حينما أذهب إلى مكان مثلا عام لابد أن أستخدم الموارد التي بالإمكانة عادة تدويرها إذا لم يتوفر إذن لابد أن نتخلص من النفايات بالطريقة الصحيحة وأن لا تركها مثلا في المكان أو في مثلا حينما نذهب إلى الخلاء أو نذهب إلى البر أو الرحلات البرية لابد أن يكون لدينا قبل أن نذهب تفكير في إدارة النفايات وكيفية التخلص منها لأن حينما لا تخلص منه بالطريقة الصحيحة سيكون لك ضرر على البيئة على المجتمع بالتأكيد لذلك حينما يكون لدينا فعالية قد تشترط الجهات الحكومية أيضا فيما يتعلق في الفعاليات في إدارة النفايات ولدينا أيضا مركز حكومي يتعلق في إدارة النفايات إذن قد تشترط على المنظم للفعالية ولا تقدم له تصاريح لإقامة الفعالية إلا بعد أن يوفر خطة لعملية إدارة النفايات والاستفادة منها في عادة تدوير هذه النفايات بما يجعل هذه الفعالية مستدامة وصديقة للمجتمع وصديقة أيضا لالبيئة لذلك المنظم عليه دور فيما يتعلق في وضع سلة المعملات أو وضع الأماكن للتخلص من النفايات وأيضا أن يكون هناك إدارة النفايات بالشكل الصحيح النفايات الناتجة عن المخلفات قد يكون بقايا طعام أو غيره وهي غالبا أكثر خطورة فهي ضارة ومزعجة وقد يؤدي عدم التخلص منها بطريقة صحيحة كما هو الحال في الحاويات محكمة الإغلاق إلى انتشار الحشرات أو قد يؤدي إلى انتشار الروائح وحتى الأمراض على المجتمع المحلي إذن الفعالية الهدف منه الترفيه وإضافة مثلا للمجتمع قد تتحول الفعالية إلى آثار سلبية مؤثرة على المجتمع بالتالي تكون آثار سلبية أعلى من إيجابياتها لذلك ينبغي التخلص من نفايات بطريقة مناسبة بدلا من إرسالة مكبر نفايات يتعين أيضا فرز بلاستيك والنفاية الأخرى لذلك نلاحظ مثلا لدينا في الشوارع في الأماكن العامة أكثر من سلة للمهملات هناك للبلاستيك هناك للأوراق أو غيره يجب أن نتقيد بالتعليمات لأن بلاستيك له طريق في عملية إدارة مختلفة عن النفاية الأخرى لذلك يجب أن نتقيد بالتعليمات لكي لا يكون لك تأثير على البيئة أيضا فيما يتعلق في بقايا الطعام التي تنتج من الحفلات أو من الفعاليات يمكن استخدام الفاية الطعام لتوليد الطاقة مثلا بسبب غاز الميثان والمنطلق خلال التحليل لذلك البقايا الطعام قد نستخدمها أيضا في طعام الحيوانات أو غيره إذن نظرنا إلى الفعاليات على مستوى العائلة أو على مستوى الأسرة أو على مستوى الأفراد لابد أن يكون لدينا تفكير فيما يتعلق في المخلفات الناتجة عن هذه الفعالية كذلك في الفعاليات الضخمة لابد أن يكون لك خطة كما ذكرنا فيما يتعلق في إدارة النفايات وخصوصا الأطعمة التي قد يستفاد منها في مصادر أخرى لو نظرنا إلى تساؤل آخر لماذا تعد السكك الحديدية وإن القطارات وسيلة نقل أكثر استدامة من الحافلات التي تعمل بالديزل نحن ذكرنا أن الطاقة المستخدمة سيكون لها تأثير على البيئة فمثلا الحافلات نستخدم الديزل إذن سيكون هناك انبعاثات تؤثر على البيئة المحيطة في السكك الحديدية قد يكون استخدام الطاقة منعدة مثلا استخدم قد أو يكون بشكل نظيف أو تسمى أيضا هي وسيلة نقل قد يكون نظيفة وأيضا فيما يتعلق أولا بالطاقة المستخدمة سيكون هناك عدد أقل من الطاقة مقابل الحافلات التي تنتشر مثلا في المدينة كذلك سيكون سعتها للركاب أكبر وبالتالي سيكون استخدام طاقة بشكل أقل مع نقل ركاب عدد أكبر وبالتالي يكون انبعاثات أقل مقارنة بالحافلات التي تنقل عدد محدود وبالتالي كثرة الحافلات سيكون هناك تأثير على البيئة كذلك فيما يتعلق أيضا كما ذكرنا قد نستخدم الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية الطاقة أو الكهرباء وبالتالي لا يكون هناك انبعاثات وأيضا الكثير من الأمور التي تجعل السكك الحديدية أكثر استدامة من الحافلات التي تستخدم الديزل النقل أيضا هو موضوع للاستدامة فمثلا حينما نقيم فعالية ضخمة قد يستخدم الحضور الحافلات السيارات مصادر النقل الأخرى للتنقل ما بين الأماكن وبالتالي سيكون هناك تأثير على المجتمع تأثير على البيئة لذلك لا بد أن نفكر حينما نقيم فعالية عملية استخدام وسائل النقل لذلك نلاحظ مثلا في الفعالية توفر مثلا نقل للحضور بالباصات بدلا من أن يحضروا بسياراتهم لأن هناك عدد كبير من السيارات حينما يحضر كل شخص بسيارتي إذن سيكون بعثات أكبر لذلك تحضر إدارة الفعالية مثلا باصات لنقل الحضور إلى مكان الفعالية وإلى مثلا نقاط تجمع أخرى لكي يكون لك انبعاثات أقل وأيضا لا نؤثر على اجدحام وغيره وبالتالي يكون لك تأثير على المجتمع إذن الفعالية أبعادها كبيرة ومؤثرة كما ذكرنا على المجتمع فمثلا الحج هو أكبر مثال على ذلك يستقطب الحج أكثر من مليوني حاج سنويا وتمثل المدينة المنورة ثاني أهم وجه للحجاج بعد مكة المكرمة ونظرا لطول المسافة بين مدينتين والتي قد تزيد على 400 كيلو والتي تستلزم ركوب السيارة لذا تم إنشاء سكة حديد أو قطار الحرمي إنشأت المملكة وهي عالية السرعة ليس فقط لزيادة الراحة إذن المملكة نعلم أن كل سنة يكون لك مبادرات يكون لك تطور فيما يتعلق في راحة الحجاج والمعتمرين وأيضا هناك هدف آخر هو تقليل الأضرار البيئية التي تؤثر على المجتمع المحلي وأيضا تؤثر على الحجاج أنفسهم حينما لا يكون لك وسائل نقل إذن الحجاج سيتخدمون السيارات الباصات بشكل كبير وبالتالي سيكون بيعثات أكبر لذلك أتت هذه القطارات أو هذه السكة الحديدية أو أنشأت المملكة هذه السكة لكي لا يكون لك تأثير على البيئة يربط نظام قطار الحرمين السريع مكة والمدينة المنورة بمدينة الملك عبدالله اقتصادية وجدة أيضا وبالتالي ينتقل حوالي أو ينقل حوالي 60 مليون مسافر سنويا بما فيهم الحجاج بالتأكيد منهم حوالي 3 إلى 4 ملايين من الحجاج والمعتمرين لذا فهو يفيد كل من الزائرين وأيضا السكان المحلين إذن نلاحظ هذه المبادرة قللت بنسبة كبيرة عمليات الانبعاث للكربون فيما يتعلق في التنقل مباين مكة والمدينة إذن أكثر من مليوني حاج سنويا يأتون خلال فترة معينة يودون الذهاب إلى المدينة وإلى مكة وبالتالي سيكون انبعاث كبير لذلك هذه المبادرة وأيضا مبادرات بما يتعلق في قطار الرياضة أو قطارات الأخرى التي في المملكة والتي تحت الإنشاء أيضا في المدن الأخرى كل ذلك الهدف منه هو أن يكون لدينا استدامة وأيضا خيارات أكبر للنقل للسكان المحلين وأيضا للزوار والسياح على الرغم من عمل حافلات المدن في السعودية حاليا على الديزل وهو ليس وقود مستدام إلا أن المملكة العربية السعودية يكون دورها كالتالي أولا تعمل على تطوير النقل كما ذكرنا من خلال وقود الهيدروجين وأيضا تعمل على وقود الطائرة المستخمة تقليل لإمبعاثات الغازات الناتجة عن الملاحة الجوية كجزء من مشروع مدينة خالية من الكربون مثلا في نيوم إذن المملكة لديها الكثير من مبادرات لكي تقلل الانبعاثات التي تأتي من الديزل أو الطاقات الغير متجددة أو الطاقات التي يكون هناك انبعاث للكربون وبالتالي هذه المبادرات بالتأكيد في وصول المملكة إلى 2060 أو 2060 سيكون هناك انبعاثات صفرية فيما يتعلق في الكربون أو الثاني أكسيد الكربون نأتي إلى الأضرار التي تلحق بالبيئة الطبيعية نحن نعلم أن كل فعالية قد تكون لك أضرار للبيئة المحيطة فتهدف الممارسات المستدامة إلى دعم وتشجيع تنفيذ المبادرات الخضراء وهي مبادرات تحفظ البيئة وتحسنها عبر اتباع الممارسات المستدامة والآمنة بيئيا والمملكة هي أيضا تسعى من خلال مبادرة السعودية الخضراء مبادرة السعودية الخضراء التي نقلل من خلالها الاعتماد على الطاقة الغير نظيفة وتحويلها لطاقة نظيفة تكون مفيدة للمجتمع بناء على هذه المبادرة ينبغي أن تتضمن الفعاليات تقليل استخدام المنتج وعادة استخدام المنتجات أو إعادة تدويرها كلما أمكن ذلك بمعنى نقلل استخدام المنتجات التي لا يمكن إعادة تدويرها كبلاستيك وغيرها ونستخدم المنتجات التي يمكن أن نعيد تدويرها أيضا أعادة المملكة السعودية تدوير 5% فقط من إجمال نفاياتها في عام 2020 والنصف الأول من عام 2021 وبالتأكيد طمر أغلبها في مكبات النفايات وأيضا هذا ليس بالتأكيد هدف المملكة المملكة تستهدف إلى أن تكون 95% من النفايات يمكن إعادة تدويرها بحلول 2030 وبالتأكيد تماشيا مما مبادر رؤية السعودية ومبدأ شركة المقاولات والبناء فإن المملكة أيضا تستهدف إعادة استخدام جميع أنواع النفايات وإعادة تدويرها لاستعدادها لتقليل الآثار الضارة على الطبيعة أو البيئة الطبيعية إذن المملكة أيضا لديها مبادرة ولديها هدف فيما يتعلق في النفايات هو أن نصل إلى نسبة 95% من النفايات سواء للأسر في المنازل أو الفعليات يمكن إعادة تدويرها وبالتالي تستخدم في مصادر أخرى وتكون أيضا مؤثرة على الناتج المحلي مثلا في المملكة العربية السعودية أيضا المملكة هي لديها مبادرة فيما يتعلق السعودية الخضراء من خلال زراعة الأشجار وأيضا مبادرة الشرق الأوسط التي أطلقتها المملكة في أن يكون لك زراعة كبيرة لأن الأشجار أيضا والزراعة مؤثرة بشكل كبير على البيئة إذن نأتي إلى ملخص حديثنا اليوم تحدثنا عن مجالات استدامة الرئيسة كما ذكرنا أن الاستدامة هي محور تركيز جميع الفعاليات وأيضا هي لها تأثير على المجتمع كما ذكرنا ويجب أن نفكر في جميع القضايا التي يكون لها علاقة في الاستدامة مثلا إدارة استخدام المياه إدارة استخدام الطاقة تحدثنا أيضا عن إدارة النفايات وكيف يكون لك إدارة صحيحة للنفايات والفعاليات أيضا علاقات مع المجتمع المحلي ولا يكون لك تأثير على المجتمع وأيضا مشغل الأعمال أيضا نستخدم النقل الصديق للبيئة والغير مؤثر على البيئة المحيطة أو على المجتمع كذلك البيئة الطبيعية يجب أن نحافظ على البيئة الطبيعة ونزيد أيضا من عملية الزراعة وغيرها التي تكون مؤثرة على البيئة إلى هنا أعزائي الطلاب نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم